الاهلي اللي بيلعب ضغط عالي هو الاهلي اللي انا عايز اشوفه طول الموسم الاهلي اللي بيلعب ضغط عالي هو اهلي قادر على ارباك اي فريق في قارة افريقيا سواء في الدوري المصري او في دوري ابطال افريقيا مبدأيا خلينا نوضح شوية نقاط كده تقالت في الفترة اللي فاتت تقال ان فريقه فاق السطيف اضعف من اي فريق في الدوري المصري لكن بمنتهى الامانة لو لوحد فكر في الموضوع هو اه ممكن يكون وفاق السطيف فعلا ضعيف جدا بس انت ليه بتتناسى ان الاهلي معادي الرجاء المغربي في الجولة اللي قبلها تتناسى ان الاهلي في السنين اللي فاتت فاز على تراجي وفاز على سنداونز وفاز على فرق كتير قوية في القارة وليها اسم كبير في القارة وليها تاريخ كبير في القارة فبالتأكيد مش ضعف وفاق السطيف هو الحاجة اللي وصلت الاهلي للنهائي لان هي رحلة طويلة في دوري ابطال افريقيا شاهدت اكتر من دور لحد المباراة وفاق السطيف فما تحطش النقطة دي وتقف عندها وتقول ان الاهلي محظوظ بالفرقة دي لان انت بتتكلم في ان في نسختين قبلها في دوري ابطال افريقيا انت كسبتهم حقا وصدقة يعني قابلت فيهم كل الفرق والمدارس الممكنة وتعاملت معاهم بنجاح كبير مضبوط كده وبالتالي النقطة دي انا مش شايفها نقطة نقف عندها وفي نفس الوقت لو انت بتقول لي ان فريق سراميكا وفريق طلاقع الجيش في جدول الدوري اضعف من فريق وفاق السطيف والرجاء المغربي في الدور اللي قابله فانا ممكن اشكك شوية في الكلام ده وطبعا انا هبقى فاهم كويس قوي ان رأيك صواب يحتمل الخطأ ورأيك صواب يحتمل الخطأ لكن احنا ليه اصلا بنتكلم في اراءة جدلية لا يمكن الحكم فيها على اعتبار ان كده كده لا سراميكا عمرو هيقابل الرجاء ولا وفاق السطيف علشان خطر نحكم فبالتالي انت ليه حاشر نفسك في الحتة دي بتجي نبص على الوقائع بتجي نبص على الحقائق امتى الاهلي بيكسب وامتى الاهلي بيعجبك وامتى الاهلي ما بيعجبكش تعالوا نفكنا من الحتة دي وتعالوا نبص والاهلي بيعجبنا امتى الاهلي عجبك اكيد في مطر الهلال السيروي على سبيل المثال والاهلي عجبك اكيد في مبارات الرجاء في استاد القاهرة والاهلي عجبك اكيد في مطر الفاق السطيف في استاد القاهرة والاهلي عجبك اكيد في الدوري في مطر الاسماعيلي على سبيل المثال في بداية الموسم وعجبك اكيد في الشروط الاول من مطر الزمالك ايه اللي في الخمس مطرات دول كان عامل مشترك تفتكره الضغط العالي للاهلي الضغط العالي سواء بتلاتة اربعة تلاتة او اربعة تلاتة تلاتة او حتى اربعة تلاتة واحد كان مبهر للأهلي في الخمس مباريات دولة وتحديد الماتش الهلال السعودي اللي بعتبره أهم ماتش للأهلي في الموسم ده واحد من أحلى الماتشات للأهلي العبها يعني في الموسم ده وماتش الوفاق الصيف في مباراة الزهاب وماتش الرجاء في مباراة الزهاب والدقايي الأولى من مباراة وفاق الصيف في القيام اللي هي في الجزائر لأنها برضو مهم جدا بالنسبة لي أن أنا أبص عليها والدقايق الاولى اللي بعد استقبال هدف التعادل في مباراة الرجاء في مباراة الاياب في دور الماضي في دور ابطال افريقيا الضغط العالي لاستخلاص الكورة كان مبهرا وانا كنت في التلفزيون شرحته تفصيلا ان الاهلي بيقدم ضغط عالي من النوع الحديث دلوقتي في الكورة في نوعين عشان ابسط المسألة بالكلام لان مش معنا ادوات كتير يعني للشرح الفني هو مش ده يعني احنا هنا هدفنا ان احنا نلغي مع بعض بس نقطة مهمة ان احنا نتكلم فيها فنيا شوية في نوعين من الضغط فيه الضغط اللي بيكون هدفه ان المنافس يحس ان مفيش كل لعب من عندي يواقف قدام لعب من فريق المنافس فما فيش زوايا تمرير وفيش حد بصيل الكورة فالمنافس بيضطر يلعب كورة طولية بتبقى سهل علي ان انا استرجعها وابني اللعب تاني واحد يعني من اللي بيحبوا كانوا المدرسة دي كانوا جوزي موري يغلق زوايا التمرير بشكل جيد على سبيل المسائل بيب جورديولا كمان كان بيطبقها في اوقات كتير بانه بيعمل الغلق لزوايا التمرير وبعدين في مرحلة معينة بيقوم بيطبق الضغط العالي خاصة الايام اللي كان فيها موجود في برشلولا لكن المدرسة دي اتطورت شوية مع يورجين كلوب والمدرسة الالمانية العنيفة اللي فيها توماس شوخل وفيها النوعية دي من المدربين رالف رانجنايك وهو بيحط الفلسفة دي وهي مدرسة الشراسة الاكثر قوة في الضغط وهنا انت ما بتحطش لاعب قدام كل لاعب من المنافس لا انت بتضغط على اللاعب حامل الكرة اكبر كم ممكن من اللاعبين وبتقفل الزوايا على اقرب اللعيبة ليه بحس انك تكبره ويغلط وهو بيباصي على الارض او تمنعه من انه يلعب الكرة الطولية اصلا تقطع الكرة في منشأها والمدرب المساعد لليفر بول بيوصف ده علشان خطر الناس ما تفتكشوا ده كلامي ده كلام المدرب المساعد لليفر بول بيقول ان فيه ان 80% من الفرقة الكبرى في العالم بتلعب بطريقة الضغط وال20% الاخرى بتلعب بطريقة غرضها هي اسمها ضغط بس غرضها هي انت زاعد كرة من منشأها اسمها شيسنج مطاردة اكتر منها ضغط وبالتالي وانت بتطارد الكرة بيبقى فيه للمنافس زوايا تمرير كتيرة متساباله ولعيبة كتيرة من زميله فاضية بس انت حطط عليه ضغط بدني قوي يمنعه من انه يعرف يفكر او ينافق او يلاقي المساحة عشان يعرف يطلع الباص بشكل سليم فاحنا بنتكلم في ان الاهلي لما طبق الاسلوب ده في مارش الهلال السعودي قضى على بناء اللعب في الفريق السعودي تماما في كأس العالمي الاندية لما طبق ده في مباراة الزمالك في الدولة المصري صعب الدنيا جدا على فريق باترس كارتيرون في ذلك التوقير وهكذا تقدر تمشي معايا بقى مباراة الرجاء في الزهاب مباراة القياب بعد استقبال الهدف مباراة وفاق سطيفة الزهاب مباراة وفاق سطيفة الدقائق الاولى الطريقة دي غابت عن الاهلي في الدورة لأسباب اخرى الأسباب دي هي ان بيتسو موسيماني حاول يتزاكى في مباراة طلاقع الجيش نقدر نسميها كده اعتقد او حاول انه يوفر مجهود لعبته بانه يقلل الضغط المشكلة انك لما بتقلل الضغط بتزود عنصر وزمن الاستخواز للمنافس وبتزود فرص ان فريقة يعمل اخطاء لو مش هو مش في احسن حالته بينما الاسلوب ده هو اسلوب قاصي جدا على اي منافس يقابل الاهلي لان مفيش انت المفترض اقوى فريق في افريقيا فالمفترض تبقى فاهم قد ايه انت مفيش منافس زيك طيب هو الاسلوب ده ليه مش بيتطبق في الدورة يبقى احسن حاجة سواء لقرار من بيتسو موسيمانيا زي اللي حصل في مباراة طلاقع الجيش او الارهاق واضح عند اللاعبين في مباراة سيراميكا كيليوباترا الحالتين دول تحديدا مع تغيير غريب لشكل الفريق في مباراة المصري كانوا الثلاث اسباب اللي منع الاهلي من يزهر بشكل جيد في الدورة طيب هو ده هيستمر لا المفروض الاهلي يبقى مدرك للفكرة دي انه محتاج يكون قوي جدا في الضغط على المنافسين في الدقائق الاولى تحديدا والدقائق الاولى دي الفترة طويلة يعني نص ساعة مثلا على سبيل المثال طيب هو ده التمنه ايه التمنه ارهاق كبير بدنيا على اللاعبه التمنه احتمالية للاصابة عند اللاعبه طيب هو الاهلي يقدر يدفع التمن ده المفروض اه لان بعد اول سنة هي على فكرة انت بتبني رحلة فريق انت عايزه يكون بطل افريقيا للسنة التالتة على التوالي صح؟ فلازم تبقى عارف تمن الوصول للمكانة دي بعد اول سنة انت كسبت فلوس دفعت فيها لعيبة جفا زودت القائمة بتاعتك بعد تاني لقب انت كسبت فلوس زودت بيه لعيبة قائمتك دلوقتي المفترض تسمح لك بانك تعمل روتيشن تعمل تدوير يسمح لك بانك تضغط المنافس بكل القوة بكل المباريات اللي بتقابلها